حالات المادة States of Matter تفضل يا سالم العصير الذي تفضله وأنت يا فاطمة تفضلي قالب الحلوى الذي تحبينه كما أحضرت لك بالونات ذات ألوان مميزة شكرا لك يا أمي شكرا لك يا أمي هل تعلمين يا فاطمة أن أمي أحضرت لنا معظم حالات المادة المادة ماذا تقول يا سالم لقد أحضرت أمي عصيرا وقالب حلوى وبالونات مفضلة ولم تحضر ما ذكرته أنت الآن ما اسمه ثانية المادة يا فاطمة المادة كيف ذلك هذا قالب حلوى وهذا عصير وهذه بالونات كيف تسمي ثلاثة أشياء مختلفة باسم واحد وهو المادة فما المقصود بالمادة التي تتحدث عنها يا فاطمة المادة ماتر هي كل شيء يشغل حيزا من الفراغ وله كتلة فالعصير مادة وقالب الحلوى مادة والبالونات مادة وجدران هذه الغرفة مادة أيضا هذا يعني أن كل شيء أمامنا هو مادة لأنه يشغل حيزا من الفراغ نعم هذا يعني أننا سنطلق اسم المادة على كل الأشياء الموجودة حولنا كيف إذن سنفرق بين هذه الأشياء التي لا حصر لها باعتبارها لها نفس الاسم؟ سؤال جيد يا فاطمة نحن نميز بين المواد من خلال حالاتها وخصائصها وكل واحدة من هذه المواد لها خصائص تميزها عن الأخرى وتحدد حالتها وما هي هذه الخصائص التي تحدد حالة المادة؟ الخصائص التي تحدد حالة المادة هي حركة الجسيمات وقوة التجاذب بين الجسيمات فجميع المواد تتكون من جسيمات صغيرة ومنها الذرات والجزيئات والأيونات وكل جسيم يجذب الجسيمات الأخرى نحوه فيجعلها تتحرك باستمرار وهل تتحرك جسيمات جميع المواد بطريقة مماثلة؟ بالطبع لا فهناك مواد تتحرك الجسيمات المكونة لها ببطء شديد وهناك مواد تتحرك الجسيمات المكونة لها بسرعة أكبر ويوجد أيضا مواد تتحرك الجسيمات المكونة لها بسرعة عالية جدا وما الذي سيحدث عندما تختلف حركة الجسيمات داخل المواد؟ ينتج عنها حالات المادة يا فاطمة فالمادة لها ثلاث حالات مألوفة وهي الحالة الصلبة Solid Matter كما في قالب الحلوى الذي أمامك والحالة السائلة Liquid Matter ستجدينها أمامنا على المندضة فكري وأخبريني بما أن قالب الحلوى هو الحالة الصلبة فأعتقد أن عصيرك يا سالم هو الحالة السائلة أحسنت يا فاطمة بقي لدينا الحالة الغازية Gas Matter كما في الهواء الذي يملأ البالونات التي تمسكين بها هل تريدين معرفة الحالة الرابعة من حالات المادة؟ بالطابع حسناً انتظري لماذا أشعلت الضوء يا أمي؟ لأخبرك أن الحالة الرابعة من حالات المادة تسمى البلازمة أتقصدين أن حالة البلازمة تحدث عند تشغيل مصابيح النيون؟ إنها تحدث عند درجات الحرارة العالية جداً كما في أضواء النيون وفي النجوم والصواعق شكراً لك يا أمي كنت سأنساها والآن سأتناول الحلوة أقصد سأتناول هذه الحالة الصلبة للمادة وأنا سألخص ما تناولناه اليوم المادة هي كل شيء يشغل حيزاً من الفراغ وله كتلة خصائص المادة التي تحدد حالتها حركة الجسيمات قوة التجاذب بين الجسيمات حالات المادة صلبة سائلة غازية بلازمة ترجمة نانسي قنقر